أنا أبدوياك من النائبة لو من العميرة لا أنا نائبة أمو؟ أين بس أكفت قضية أنا فعلا تلفت إلتي اهتماني شون يصر هذا الجمال والشباب المتجدد أنت كل ما تكبرين صنعين أحلى لا عن جد ما أشاقة أولا رمضان مبارك عليكم وعلى جميع العراقين إن شاء الله ينعاد عليكم كل سنة بخير وسلام وأمان يا رب على كل العراق من كردستان إلى البصرة إلى الأنبار إلى كل المحافظات العراقية الحمد لله والشكر يعني هذا انفضل مرة بالعالمين أنا ما أريد به الحمد لله والشكر شكرا جزيلا على إطراءك لا بس حقيقة يعني إحنا التقانا من سنوات طويلة واحد من أهم المميزات للمرأة هي مثلا شكلها إناقتها لاهتمام أولا ذلك أنا أريدك تعطيني وصفة للنساء أنه شنو السر بأنه المرأة احنا نقول كل ما تكبر مثل الكاشان كل ما تكبر تصير أحلى فلذلك أنت شنو السر اهتمامك بنفسك واللهي استاد ناجم أنا أشوف واحدة من أهم الأمور والأساسية لكل شخص يعني سوى رجل أو امرأة وخاصة للنساء أنه تكون متصالحة مع نفسها متصالحة مع الشكل يعني هذا هذا رب العالمين من طينية ما أن يدبي تكون متصالحة مع نفسها مع شكلها مع ظروفها تكون قوية تقدر تقرر وتنفذ الشيء اللي تعرف أنه فيه صالح سواء أسرتها بيئتها مدينتها بلدها هاي الأمور كل ما تكون السيدة معتدة بنفسها وقوية هي تشوف نفسها جميلة احنا مو بالضرورة أنه الآخرين يرون يعني جميلين أو لا حلوين أو لا المهم أنت كيف تنظر إلى نفسك فأعتقد هذه مهمة جدا طبعا لا بأس أنه الإنسان سواء رجل أو امرأة أنه يهتم بنفسه بنظافته بملبسه بالشكله بهندامه بما يتلاءم البيئة اللي هو عايش بها لكن أهم صفة أنه الإنسان يكون راضي عن كل شيء وكل شيء اللي ينطينا يا رب العالمين هو فضل في أن دخيل قوية له عنيدة؟ والله لا هذه ولا هذه يعني يعني إنسان اعتيادية أحيانا الظرف يجبرك أن تكون قوي جدا أكثر مما تتوقع أنه أنت بهذه القوة وأحيانا الظرف أيضا يجبرك أن تكون عنيد على أمور لكن في كل حوال أعتقد أنه أنا أحاول أن أكون إنسانة قبل كل شيء تتغلب عليك العاطفة؟ إيه أحيانا أحيانا مو دائما؟ لا مو دائما أحيانا تتغلب عليك عصبية؟ لا هادئة؟ نوعا ما ماذا لقى بالأميرة؟ هذا كيف يمنح؟ أنا أعرف من التقيتك 2010 قد تكون بالديانة لو بالعائلة لو بالمجتمع؟ لا والله هاي يمكن من محبة الناس يعني شبهت أكثر من يعني هواية كادبين عليك هيتش يمكن يعني أنا أستاذ ناجم أول سيدة إيزيدية تدخل البرلمان بالألفين وعشرة برلمان الاتحادي أي ويعني كان اشتغلت للناس وكذا وهذه فهم من محبتهم بس إحنا كعائلة لا إحنا شيوخ شيوخ دينيين يعني أكو فرق بليز في المجتمع اليزيدي بين الشيوخ العشار والشيوخ الدينيين إحنا من طبقة الشيوخ الدينيين فيعني لقبنا بالعائلة هم إحنا الشيوخ أنتو يعني شيوخ دين نعم وين أثر الدين على فيان دخيل؟ أنا ملتزمة جدا